اتهائه أو بقائه سيبقى السلاح هو اللقاحات ولا خيار آخر لكن قصتها شهدت إنجازات وكذلك إخفاقات ومنها ما تعهدت به شركة فايزر أواخر العام الماضي بإنتاج لقاح مضاد لأي متحور في أقل من مئة يوم ظهر أوميكرون ولم يظهر اللقاح وحتى مع إنتاج اللقاحات فلا ضمان على إحداث فارق هائل فشدة موجة الإصابات تتراجع من تلقاء نفسها بمجرد بلوغها الذروة ربما هذا ما دفع سوميا سومنتان كبيرة الخبراء والعلماء في منظمة الصحة العالمية للقول إن وتيرة تطوير الفيروس لطفراته أسرع من قدرة المنتجين على تطوير اللقاحات لكن هناك عامل مهم آخر يمكن استغلاله خبرتنا مع الأنفلونزا والتي يتغير الفيروس الخاص بها من موسم لآخر وتتعلم الهروب من جهاز المناعة ووفقا لهذا النموذج يمكننا تطوير اللقاحات عن طريق إضافة فيروسات تتوفر فيها بعض الشروط منها امتلاء سطحها بطفرات غير مألوفة وأن تتمتع بالدهاء الكافي الذي يصعب على الأجسام المضادة تتبعها وانتشارها السريع فيروسات أو لقاحات ذكية لكن الفارقة بين المسارين واضح فيروس الأنفلونزا صريح ويميل إلى الانتشار شتاء ويتراجع في الفصول الأدفاء إذن هناك وقت مثالي للقاحات أما كورونا فهو غير موسمي ولا يمكن اختبار موعد واحد للقاحات فارق آخر مهم جدا مع الفيروسين طفرات الأنفلونزا تمضي في تسلسل معروف السلالات الأخيرة تولد الأحدث في السلسلة أما كورونا فتعتمد المفاجأة مثلا لا ينتمي أوميكرون لسلالة دلتا وهنا تظهر نظرية تستقطب الاهتمام علماء من بينهم إما هوتكروفت علمات الأوبئة الجزائية من جامعة بيرن ترى أن التركيز على تصنيع لقاح لمتحور واحد هو مضيعة للوقت الأفضل تصنيع لقاح شامل باستخدام شدرات صغيرة من بروتينات أوميكرون ودلتا معا وهنا يصبح لدينا لقاح عالمي قادر على حمايتنا حتى من المتغيرات التي لا نعرف عنها شيئا إذن هذه هي نصيحة العلماء وتبقى استجابة الشركات حسين الطوض تسعى شركتا موديرنا وفايزر المصنعتا للقاحات ضد فيروس كورونا إلى تطوير لقاح موحد لمعظم متحورات كوفيد-19 التي ظهرت مؤخرا فالقاحات الحالية تعتمد على السلالة الأولية للفيروس وقد تبين أنها أقل فاعلية ضد المتحورات التي ظهرت تدريجيا وفي دراسة نشرتها موديرنا مؤخرا أظهرت أن الجرعة المعززة الثانية أنتجت أجساما مضادة أكثر من التي أنتجتها الجرعة الأولى ضد السلالة الأصلية وحتى السلالات الأخرى بما فيها دلتا وأوميكرون رغم أنها صممت للتركيز على سلالة باتة ويرى علماء أن تصنيع لقاحات مضادة لمجموعة أوسع من المتحورات سيكون أفضل من الاهتمام بتصنيع لقاحات نوعية ضد كل متحور من جديد